اول فقراتنا في البيت الكبير النهاردة يعني فقرة مميزة والديف مميز على مستوى النقد الرياضي على مستوى التعالي قول زي ما انت عايز قول معنا ومعاكم دكتور طاري الادور مساء الخير يا دكتور اهلا بك يا دكتور بنوارنا مساء الخير عليكم وعلى كل السادة المشاهدين الكرام اهلا بك يا دكتور كيف من شجعين زمن الكوية كتير بيتفرجوا علينا اكيد اكيد مصر كلها بتفرج علينا مش الهلوية بس بس دايما بنوجههم رسالة ان هنا في القناة الاهلي احنا مش بنتكلم عن الاهلي احنا بنتكلم على كل الفرق وبنتكلم بحيادية كاملة دا حقيقي ودايما بقول لنا الجمهور زمانك لو انا اقعد في القناة هتشتم هروح طالع مش حاجي يعني احنا بنشتمش ولا بنقول حاجة ولا بنقول اي حاجة ضد المنافس او بتاع احنا دايما موجودين على الحياد حتى في قناة الاهلي وده حاجة جميلة جدا انا اذكر ودايما بقول لكل الناس حياة دي حاجة شرف لقناة الاهلي ان انا كنت في نهاي دوري ابطال افريقيا بتاع 2018 الاهلي والترجي تقطت الاهلي بشدة على قناة الاهلي وكنت ايه قاعد مستني كده حد هيكلمني مجلس ادراك كلهم صحابي يعني يجي يقول لي مثلا لا انت ليه قلت كده وبتاع حقيقة والله على العظيم ما حد يكلمني انتقطت بشدة فاكر موقف التشيرت بتاع ازارو انتقطت بشدة وفي قناة الاهلي وده هي الاعلام يعني ده اللي احنا يعني عهدنا نفسنا عليه دكتور وحضراتك ملاحظ في يعني ما بيكون في انتقاد بيبقى انتقاد ايجابي ومش ومش على يعني احنا اه قناة تسمى النادي الاهلي لكن مضمونها الحمد لله يعني الناس كلها يعني بتقول ان فعلا احنا على حيادية كاملة جدا ولما يكون فيه غلط بنقول غلط والصح بنقول صح وحضرتك طبعا يعني انا عارف ان يعني تحليلك الفني وادائك الفني من خلال من خلال الارقام من خلال احصائيات دايما بيكون فيه حيادية كبيرة جدا والارقام بتقول بتقول بتتكلم عن نفسها يعني فخليني ارحب بحضرتك لانك قيمة كبيرة جدا ودايما اضافة لاي مكان تكون موجود فيها دكتور بصراحة اشتركوا في القناة